تمام دكتور خالد الاستاذ علي قال ان كان عنده عتم على القرانية وعمل ترقيع للقرانية ودلوقتي حاسس ان فيه تشوش شوية في الرؤية بتاعته عملية ترقيع قرانية دي عملية من عمليات الكبرى في العيون وبيتم عن طريق تركيب قرانية من شخص اخر على العين تعني عشان نركب القرانية لازم بنعمل خياطة الخياطة دي في الغالب بتبقى مسببة حاجة اللي هو الانحراف القرانية او الاستجماتيزم وده بيبقى السبب الشائع لحدوث الزغلالة او التشوش في الرؤية اللي بعد العملية وطبعا ان شاء الله الجراح اللي قام باجراء العملية هو بيبقى قادر باذن الله طبعا على انه يزيل الغرز او الخياطة دي بطريقة انها تصلح جزء كبير من الاستجماتيزم وبعد ازالة جميع الغرز ان شاء الله اعتقد من في خلال غالبا بعد سنة من اجراء العملية ممكن يتم اجراء ليزك ممكن يتم اجراء يعني اجراء اجراحي معين لتصحيح جزء كبير من الاستجماتيزم وان شاء الله يترجع الرؤية لها حلول طبعا ان شاء الله شكرا شكرا